أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا على يوم الخميس 29 نيسان القمر ما زال موجود أو استقر في برج القوس ولكن اليوم رح يتنقل من الآن ولغاية 24 ساعة بده يتنقل في ثلاث بيوت الآن هو موجود في منزلة الشولة وهي للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط رح يمكث فيها لغاية الساعة 9 و31 دقيقة من مساء هاي الليلة وهي بث الحلقة اللي هو يوم الأربعة يعني بتوقيت الأردن الساعة 12 و31 دقيقة بعد منتصف الليلة بعدها بنتقل لمنزلة النعائم وهي للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 7 و12 دقيقة مساء من مساء يوم الخميس 29 أربعة لا ينتقل بعدها لمنزلة البلدة وهي للثبات والربح والسلامة طبعا القمر استقر زي ما حكينا في برج القوس بنشعر بالابتهاج تأثيره على جميع الأبراج أنه بنشعر بالابتهاج ونجد الناس أكثر مراحا وننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا على عالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من نيلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما أو تجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا اليوم ما فيه غير زاوية وحيدة هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون الساعة 12 و35 دقيقة بعد الظهر نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبرضو بتعزز لدينا الحس بالمسؤولية طبعا القمر بما أنه موجود بالقاوس معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 34 بيبدأ في تمام الساعة وحدة و 26 دقيقة بعد الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة 14 دقيقة مساء لا ينتخل بعدها لبرج الجدي بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المحدد 18 يوم في تمام الساعة 37 دقيقة مساء بيصبح 19 يوم نسبة الإضاءة بتصير 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 سعيد بنسبة 10% القمر في القاوس حتى يوم 30 أربعة سعيد بنسبة 20% عطارد في الثور حتى يوم 45 سعيد بنسبة 45% أما بالنسبة للزهرة في الثور حتى يوم 9-5 منتحس بنسبة 40% المريخ في السرطان حتى يوم 11-6 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 سعيد بنسبة 15% أما زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا إلى التوقعات اليومية مرج الحمل بتنشطوه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن اليوم تخرجوا في رحلة أو تروجوا لعمل أو ممكن تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية يعني فترة ممتازة حاول أنك تستغلها برج الثورة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا لتهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تطلقى مساعدة أو تعاطف عليك التحلي بالليونة والتفكير الموضوعي لأن القمر في البيت الثامن مش هالقوة بيعطيك بالحضوظ برج الجوزاء يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفة وهي الفترة تعتبر فيها نوع من أنواع السلبية وضاغطة وما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات أهم إش أنك تنتبه لعملك وتنتبه لصحتك بشكل كبير برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك تنتبهوا لغذائكم وراحتكم كون منظم وأحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وأهم إشي ما تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ لا المالي عنكم ولا العاطفي بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط كمان حاول أنك ما تهمل واجباتك اتجاه العائلة والأحباء وصحح الأخطاء قدر الإمكان برج العذرة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تضطر أو تظهر بعض المشاكل الشخصية اللي تضطر أنك تكون طرف فيها أو تحاول أنك تحلها أهم شيء أنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة لأجواء عدائية ومتوترة أهم شيء أنك تراعي وضعك الصحي برج الميزان بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وهذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحضوض وبتكون جري في التعبير عن رأيك ومو تتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي بيجيب على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل في صرف الأموال بتهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها بعض الأرباح برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بدروا لأخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود هاي الفترة عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق اليوم نجاح باهر إن ركزت بشكل جيد برج الجديد طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لآخر يوم فعشان هيك يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وترتك إلى حد الرقود ممكن اليوم تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم مش إنك ما تحسم أمر الفترة هاي سلبية ومخيب الأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها فعشان هيك حاول تكون ذكي وتركز بشكل جيد برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة تتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد بعض الأرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جنبك وبتخف الضغوط وبيضمئن بالك برج الحوت يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على إنجازاته القائمة أهمش إنك تهدي من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء